مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو التعليمي لبرنامج الفوتوشوب سنشرق من خلال هذا الفيديو إلى شرح طريقة تصميم هذا اللوغو خطوة بخطوة وقبل أن نبدأ في الشرح لا تنسى ودعمنا بلايك لهذا الفيديو وإن كنت مشاهد جديد للقناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ولا تنسوا أيضا بدعمنا بتعليق وأي شيء أي خطوة غير واضحة في هذا الفيديو قموا بعملها في تعليق حتى نقوم بالتوضيح لكم إذن في الأول سنضغط على Create New بعد ذلك قم بعمل الإعدادات التي تناسب حسب البروجيكت الذي تعمل عليه إذن سأضع 2500 في 2000 بعد ذلك سنضغط على Create إذن في الأول سنقوم بتحديد أدات الكتابة Horizontal Type Tool ثم نقوم بعمل نوع هذا الخط Ethnocentric رابط تحمله في وسط الفيديو مع الموكب إذن سنقوم بالضغط وكتابة NTS إختصار ل New Transport Solutions إذن سنقوم بتكبير قليلا قبل الضغط على Ctrl-T بعد ذلك حتى نقوم بعمل ميالان لهذه الأحرف سنأتي إلى قائمة الويندو ثم نقوم بتفعيل Character من هنا نقوم بالضغط ستظهر لنا من هنا بعد ذلك سنقوم بتفعيل خاصية Faux Italic عبر الضغط فقط ستلاحظ ميالان للأحرف بعد ذلك سنأتي إلى طبقة الكتابة نضغط على يمين الفأرة ثم Rasterize Type والآن سنقوم بعزل كل حرف في طبقة لوحدة عن طريق Rectangular Marquee Tool سنقوم بتحديد الحرف في إطار هذا المربع الخاص بالSelection بعد ذلك نضغط على يمين الفأرة ثم Layer Via Cut ستلاحظ أنه أصبح في طبقة لوحدة نقوم بالضغط مرتين هنا ثم نسمي N نفس الشيء بالنسبة لحرف T إذن سنقوم بعمل Polygon Classy Tool بهذا الشكل حتى لا نقوم بعمل بعض الحواف ونقوم بدمجها مع حرف T بعد ذلك Layer Via Cut ونسمي هذا الحرف T وهذه أصبحت S إذن سنسميها S بهذا الشكل إذن سنضغط على Shift ونقوم بتحديد جميع هذه الطبقات ثم إما أن نضغط هنا أو Ctrl G من الكيبورد ونسميها NTS الآن سنقوم بتحديد حرف T وبالMove Tool اللي سنقوم بتفعيل خاصية Smart Guides تلك يعني Guides الذكية كما تلاحظون ستساعد كثيرا في ضبط الأحرف إذن سنقوم بإزاحتي إلى هذا الشكل تحريكه إلى هذا المستوى أيضا نفس الشيء لحرف S سنقوم بتحريكه ونحافظ على نفس الخطوط بهذا الشكل لا تقوم بتقريبها كثيرا الآن سنضغط على Ctrl R حتى نقوم بتفعيل هذه الخطوط الوهمية إذن سنقوم بحمل Guides من هنا ثم نقوم بعمله على حرف S ونخذ Guides آخر ونقوم بعمله هنا بهذا الشكل ثم نقوم بتحديد Rectangular Markature نقوم بعمل Select Selection على هذه القايد التي قمنا بالعمل عليها إلى حد حرف T بهذا الشكل و لا تنسى أن تكون محدد طبقة S على مستوى Layers ثم نقوم بالضغط للمين الفأرة ثم Layer Via Cat الآن هذه سنقوم بتمشيها مع حرف T إذن سنقوم بالضغط على Ctrl ونقوم بتحديد حرف T من هنا وليس من هنا إذا ضغطت على تمبلز سيقوم بعمل لنا Selection نحن لا نريد Selection إذن Ctrl نضغط هنا ثم Ctrl E لدمجهم في طبقة واحدة حتى تصبح لنا T بهذا الحرف و S أيضا بهذا الشكل و L لوحدها بهذا الشكل إذن الآن نقوم بتحديد حرف N نقوم بالضغط على Ctrl كما تلاحظون و نقوم بالضغط على هذا المربع الخاص بالليل حتى يقوم بعمل لنا Selection ثم نأتي إلى Select Modify ثم Expand نضع في Expand 30 بيكسل بهذا الشكل و نأتي إلى حرف T و نقوم بعمل Delete للحد كثير من المشاهدين يقولون أننا نجد مشكلة في هذه الخطوة لا عليك لا تقوم بالضغط على Delete يمكنك أن تأتي إلى Edit ثم أعمل Clear إذا لا كنت تغفر على Delete في الكيبورد بهذا الشكل نفس الشيء سنقوم بعملي على حرف T إذن نقوم بالضغط على Ctrl وعمل Selection لحرف T عبر الضغط بهذا الشكل ثم Select Modify ثم Expand هذا Expand ليس تابت حسب البروجيكت الذي تعمل عليه فهو بالبيكسل قوم بحاول أن تضع قيمة تجدها مناسبة للتصميم إذن نضع 30 و نأتي إلى حرف S إما نضغط على Delete أو نأتي كما وضحت سابقا Edit ثم Clear ثم Control Day لإلغاء Selection إذن نأتي ونقوم بعمله في الوسط بهذا الشكل نقوم بالتكبير على Alt إذن نأتي نقوم بتحدد Background ثم نأتي ونحدد Ellipse Tool سنقوم بعمل دائرة بيضاوية الشكل إذن في الفيل ضع اللون الذي تريده يعني مسألة تنسيق الألوان سنتشرق إليها في آخر الفيديو الآن خطوة تصميم اللغو إذن سنقوم بعمل دائرة بهذا الشكل بيضاوية لا تقوم بالضغط على Shift لأننا لن نريد أن نحافظ على الضروة إذن ستكون بهذا الشكل بعد ذلك سنضغط على Control T ونأتي إلى هنا الزاوية Angle نقوم بعمل ناقص 11.5 هذه القيمة هي التي ستعطينا هذا الشكل الذي سيناسب تصميم هذا الشيعة إذن حاول أن تقوم بالتعديل عليه حتى تأتي هنا مع الزاوية N يمكنك تحديد المفتون والعمل عن طريق الأسهل ضبط يعني هذا السيركل عن طريق الأسهل إذن بهذا الشكل جيد أيضا نعدلها على حسب S الآن سنقوم بنسخ هذا الإليبس يعني هذا الشيب ونقوم بالتغط مرتين هنا ونقوم بعمل لون آخر وما يهمنا في هذا الإليبس يعني هذا الشيب المنسوخ هو Selection فقط إذن نضغط على Ctrl-D ولا تضغط على Alt ولا أي شيء ستقوم بالسح من هنا بهذا الشكل ونضغط على Shift من الفوق وترقوم بتعديله إذن بهذا الشكل جيد حاول أن تأخذ وقت كثير حتى تقوم بعمل تصميم رائع إذن قلت ما يمنوى Selection إذن نضغط على Ctrl ثم ضغط على Tomb Raid لعمل Selection إذن سنقوم بحذف هذه الطبقة عن طريق سحبها إلى إيقونة الحذف من هنا ونأتي الآن نقوم بتحديد هذا الإليبس ونأتي إلى الماسك ونقوم بالتغط على Alt مع الماسك بهذا الشكل حتى يظهر لنا عكس إذن الآن نضغط على Ctrl G ونقوم بالتغط مرتين هنا ونقوم بتغيير اللون Ctrl T نضغط على يمين الفأرة Flip Horizontal Flip Vertical ونقوم بالتصغير قليلا عن طريق Alt ونقوم بتعديل المكان بهذا الشكل إذن جيد حتى إذا لم يكن مناسب يمكنك حذف الماسك وعمل Ctrl G مرة أخرى ثم الضغط مرتين ونقوم بتعديل اللون Ctrl T إذن جيد ما يهم هنا هو Selection Ctrl وضغط على Tampnell ونقوم بسحب هذا الشيب إلى إيقونة الحذف ونأتي إلى هنا وقوم بسحب هذا الشكل الآن سنقوم بكتابة شيء هنا وهو عنوان اللوغو New Transfer Solutions إذن عن طريق الضغط على حرف T لتحديد Horizontal Type Tool ونفس نمط الخط سنقوم بكتابة الآن سنقوم بإنقاص حجم الخط سنقوم بكتابة مثلا New Transfer بهذا الشكل نضغط على Ctrl T نقوم بإزاحتها إلى هذا المستوى إذن لا تنسى تفعيل خاصية Smart Guides ستساعدنا على ضبط الأشكال في هذا الشكل ثم إلى هنا لا يكون كبير نوعا ما الآن سنقوم بالضغط على Alt ثم السحب لتنسى تحديد المفتول نضغط على Alt ثم السحب إلى الأسفل ما دفعنا وهو نسخ الطبقة وإزاحتها إلى الأسفل الآن نضغط مرتين هنا نقوم بالضغط مرتين هنا وسنقوم بكتابة Solutions ونقوم بتغيير اللون من هنا إلى اللون السيئ هذا اللون Ctrl T ونحاول أن نضعها في الوصف بالنسبة لي New Transport بهذا الشكل أن يتأتي إلى هذا المستوى الآن سنقوم بتحديد طبقة New Transport ونقوم بحمل خط من هنا الذي قمنا بتفيله عن طريق Ctrl R وضع واحد هنا وواحد هنا إذن هذه القايد لا نحتاجها إذن سنقوم بسحبها إلى الفوق الآن سنقوم بتصميم مستطيل طويل جدا عن طريق Rectangle Tool ونأتي من هذا الخط يكون في هذا المستوى نقوم بالسحب إلى الأسفل قليلا حتى يأتي على نصف الكتابة Ctrl T بShift لذي يكون قريب جدا من Solutions نضغط على Alt ونقوم بالسحب إلى هنا ستراحض أنه سيأتي تباما مع القايد حتى تكون نفس المسافة هنا هي نفسها المسافة هنا مهم هذه المعايير الدقيقة حتى يصبح اللوغو أكثر احترافية الآن نعود إلى حرف N ثم نقوم بعمل Ctrl وضغط على Tumbrane بهذا الشكل ثم Select Modify ثم Expand وحاول أن نضع في Expand يعني حوالي مثلا 40 بيكسل بهذا الشكل حتى تحدث جميع حتى نقوم بعمل Stroke Stroke Selection على حرف N إذن نعود الآن إلى هذا الشكل الزرق وهذا نقوم بتحديد الماسك وفي Foreground قوم بعمل اللون الأسود ثم Alt Backspace أو يمكنك التلوين عن طريق فقط Brush Sharp يمكنك التلوين أو قوم بعمل الطريقة التي تطرقتوا إليها وهي Alt Backspace Ctrl D للغاء Selection إذن نفس الشيء سنقوم بعمله حرف D Ctrl ثم ضغط على Tumbnail Select Modify Expand نفس القيمة 40 بيكسل هذه القيمة ليست تابعتها قوم بعمل قيمة التي تناسبك إذا كانت 40 يمكنك العمل عليها على حسب البروجيكت الذي تعمل عليه نفس الشيء لكن الآن سنقوم بالحذف من هذه الطبقة سنقوم بتحديد الماسك الخاص بهذه الطبقة ثم Alt Backspace Ctrl D للغاء بالنسبة LAUGHTER أو أيضا سنقوم بتحمل الإخام السيليكشن أيضا سنقوم بالحذف من الماسك الخاص بهذا الشيء advancement إلى الأمpowل الضغط مع الإخام الطبقت لعط Bible حتى نقوم بإظهار فقط هذا الشيب ثم بالبراش تول البراش يعني الهوردنس 100% يعني الشورب ونقوم بالحذف حذف يعني هذه هي حتى نحافظ على هذه الأشكال فقط الآن نضغط على أولت ونقوم بالضغط على عيقونات العين بهذا الشكل سيصبح لنا اللوغو بهذا الشكل الآن سنأتي إلى توزيع الألوان وتنسيقها مسألة توزيع الألوان يعني حسب رؤيتك لهذا التصميم إذن نأتي إلى الطبقة الأولى هنا نقوم بتحديد Rectangular Marky Tool نقوم بعمل Selection على هذا الشيب فقط إذن نضغط على Ctrl-G لنسخ هذا الشيب ونقوم بتحديد الماسك ثم Alt-Backspace عندما نأتي إلى هنا ونقوم بتغيير اللون سيقوم بتغيير فقط هذا اللون وليس هذا إذن نقوم بعمل هذا اللون الرمادي يمكنك عمل له Gradient يعني حسب رؤيتك لهذا التصميم نفس الشيء نأتي إلى هنا سنقوم بتحديد هذا الشيب ثم Ctrl-G ونأتي إلى الماسك Alt-Backspace حتى نقوم بتغيير اللون الذي نريده ثم OK Ctrl-Z إلغاء Selection وهذا سنقوم بعمله لون يعني Orange أفضل هذا اللون الآن نأتي إلى الـ NTS سنقوم بعمل شكل Gradient على طبقة عين كيف سنقوم بعمله؟ سنقوم بعمل تحديد Rectangle Tool وتحديد الـ Blue F1 Ctrl-Z كما لاحظتم تم تغيير هذا اللون إذن من الأفضل عند التعديل هنا نقوم بعمل طبقة جديدة عن طريق Ctrl-Shift-N حتى يتم تطبيق الشيب على هذه الطبقة إذن سنقوم بعمل شكل بهذا الشكل في الفيل سنقوم بعمل ليس Solid Color وإنما Gradient الـ Option الخاص بالـ Gradient إذن سنقوم بعمل شكل سيان ويكون هنا ينيس سيان غامق قليلا ثم Alt والسحب إلى الأسفل الأشكال سنقوم بعملها فوق N والشكل الثاني سنقوم بالتعديل عليه نضغط هنا ونأتي إلى الفيل يعني هذا الشكل الزرق نقوم بتحديد الطبقتين معا فوق حرف N سنضع Ctrl-Alt-G أو Create Clipping Mask ثم Ctrl-D ونقوم بعملها بهذا الشكل Shift حتى نقوم بعملها على طول حرف N في هذا الشكل ثم Enter الآن سنقوم بنسخ هاتين الطبقتين وتطبيقهم على حرف S و T إذن Ctrl-G لنسخهم ثم نقوم بسحبهم فوق حرف T ثم Create Clipping Mask Ctrl-T نقوم بعملهم هكذا ثم Shift ليعملي على طول حرف بهذا الشكل لكن سنقوم بتغيير في الألوان إذن بالنسبة لهذا الشكل سنقوم بعمل له Gray غامق أيضا هنا يكون رمادي فاتح في هذا الشكل سنقوم بعمل رمادي يكون فاتح أنت ورؤيتك للشعار أنا فقط أقوم بتوزيع الألوان حسب أدوك لكن الألوان يجب أن تكون متناسقة فبالنسبة للألوان الكومبليمنتري وهو الأزرق والأورنج هذه الألوان كومبليمنتري يعني تعطي كونتراست رائع في الألوان سنقوم بنسخ طبقات الخاصة باللون الأزرق والسيان Ctrl-G ونقوم بتطبيقهم على حرف S سنقوم بعمل Create Clipping Mask يعني لا تدر لأنها عندما تقوم بتفعل Clipping Mask تقول للفوتوشوب هذه الأشكال لا تقوم بإدارة إلا على البيكسل الخاص بS إذن سنقوم بإزاحة تيم حتى تظهر بهذا الشكل ثم Enter الآن سنقوم بعمل AlparGround باللون الأسود نأتي إلى هنا Solid Color واللون الأسود وبالنسبة لي New Transport هذه الطبقة نضغط على T ونأتي إلى هنا ونعمل لها باللون الأبيض بهذا الشكل إذن الآن سنقوم بإخفاء AlparGround ونأتي إلى فوق جميع الطبقات بدون AlparGround سنقوم بإخفاء حتى Solid Color الآن نضغط على Ctrl-Shift-Alt-E لدمج جميع الطبقات في Logo شفاف الآن سنقوم بفتح الموكب سنقوم بفتح هذا البروجيكت ونأتي إلى طبقة Allure Logo وهذه الخطوة تعلام هنا جيداً إذا كنت مشاهد للقناة سأقوم بالتوضيح لك إذن نضغط مرتين هنا على Smart Object Template ثم نأتي إلى البروجيكت ونقوم بسحب هذا ال Logo ونقوم بوضعه هنا نقوم بإخفاء Preview Logo وهذه هي سنقوم بالدعم على Ctrl-T ونحاول أن ندهر في الوسط عن طريق تطبيق خاصية View ثم Show ثم Smart Guides Ctrl-T ونقوم بعمله في الوسط إما بهذه الطريقة إما بالطريقة التالية عن طريق الضغط على Ctrl-A لعمل Selection على البروجيكت وبالموف تول وضعه هنا وهنا حتى يقوم بعمله في الوسط Ctrl-D الآن سنقوم بالحفظ عن طريق File, Save أو Ctrl-S إذن نعود إلى الموكب ستلاحظون أن ال Logo ظهر بشكل جداب وشكل أكثر واقعية إذن إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو قد وضحنا لكم جميع الخطوات لتصميم هذا الشعار بطريقة مبسلة أي خطوة غير واضحة في هذا الفيديو قموا بعملها في التعليق ولا تنسوا بدعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ويمكنك إرسال تصميمك النهائي عبر حسابي على الانستغرام إلى اللقاء في فيديو آخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة